كانت لحظة الفوز فرحة كبيرة نحن نعرف من أين جاء بايدن ومن أين بدأ كان رجلاً بسيطاً والآن هو رئيسنا ولدينا نوع من العلاقة الشخصية معه يبدو كرجل طيب وقد عين كاميل هاريس معه وتبدو امرأة قوية جداً أمي وجو بايدن في نفس العمر نشأت في سكرانتن وذهبت إلى المدرسة في سكرانتن ونحن في الواقع مشهورون بالكثير من السياسيين الذين يأتون من هذه المنطقة وكان لدينا وزير خارجية وكان لدينا حكام والآن لدينا رئيس نحن فخرون جداً لأنه من منطقتنا بايدن معروف بمرونته وعلينا أن نحترم ذلك فهو لم يستسلم أبداً يقولون إن المرة الثالثة هي الرابحة وهذه هي المرة الثالثة التي يترشح فيها لمنصب الرئيس أول شعور أحسست به عندما سمعت بأن جو بايدن قد فاز هو الفرح والارتياح والافتخار مع العلم أن جو بايدن من سكرانتن وقد أحضرت أبنائي هنا اليوم لأريهم من أين أتى جو وأرسلوا نوعاً ما رسالة لهم وأخبرهم يمكنهم أن يكونوا أي شيء يريدونه إذا كان لديهم إيمان وإذا عرفوا من أين أتوا بالتأكيد سيعرفون إلى أين هم ذاهبون جو بايدن في تقديره هو أحد أكثر الرجال بساطة وتوضعاً أعتقد أنه سيخدم هذا البلد جيداً سوف يعالج الإنقسام الذي لدينا الآن في أمريكا ومحق عندما قال إنه لا يوجد شيء لا يمكننا فعله طالما أننا نفعل ذلك معاً أعتقد أنه على حق وأعتقد أن جو يعرف كيف يحقق ذلك ترجمة نانسي قنقر